يعني حاجة بتضحك نصراح ربنا يخليكم البعض طب قولنا ايه اكتر مصرحية بتحبيها للفنان سامير غاني كل المصرحيات واحدة ينفع اقول مثلا اربعة واحدة شو انت يقول تقول ايه براحتك اقول اي براحتك مش اعرف الشرير فوق اقول اي براحتك انا عايز كنت قولي سبعة ايما انا بعشاء المتزوجون موسيقى في الحي الشرقي اخويها يسوانا لويس فارس بني خيبان يعني عشان اقولت بس بحب اكتر كمان من دول بس هما دول يعني عشان اقول اربعة يعني هما كلهم حلوين وتحية كبيرة للفنان الكوميديان العظيم الكبير استى السامير غانم حبيبي قولنا ايه الصفة برضو اللي في امي او في والدتك استاذة دلال تحب ان انت تغيريها فيهم بصي هقولك حاجة انا كبني قدمة بحاول يعني في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ان انا اشتغل على نفسي في حاجة في شخصيتي يعني هي الحمد لله موجودة فيها ومتعلمها من بابي ومامي قوي ان انا نفسي ابقى دايما بتقبل الناس زي ما هي يعني بحاول كل ملاقي حد في حاجة بتضيقني احاول اتقبلها هو تخلق كده خلاص فهو كده وانا كده تمام عشان نعرف نكمل لانه ممكن وارد مسلا تشتغلي مع حد يبقى هو دماغه مختلف عنك يبقى هو شخصيته مش تبقى الانيرجي بتاعته مش قادرة تشتحمل يعني بيحصل لنا انه يعني ممكن تشوفي حد ما تقبلهوش عادي بس انتي مدام احنا دلوقتي تربينا في عمل معين مثلا او يعني خلاص بقينا مع بعض في حاجة لازم تعودي بقى تدوري على ازاي هتتقبل البني قدم فانا بقيت يعني يعني كمان بشوف يعني مامي وامي مثلا ممكن يبقى فيهم حتة عصبية شوية بس انا بحبها يعني ما بتضيقش يعني امي عصبيتها بتدحكني ومامي عصبيتها بتدحكني الاتنين لما بيتخنقوا مع بعض هاد سخسخي يعني فهمها بيعملوا ازاي مسلا مش عارفوا اشرحلك بس خنقاتهم بتدحك يعني ممكن لما امي تجيلك بقى ان شاء الله بتحكيلك تعيس انها سنة كوميدي جدا بس بقى كوميدي وستماعوا في الموضوع الجد بس وبجد وبيبقوا يعني ما فهمها بيزعقوا وبتاعوا في مشكلة وبتبقى عادة اغلب المشاكل على كلاب امي اه فهمها يعني لحد دلوقت امي مش مشاكل كلاب امي امي اتجاوزت وصابت كلاب برضو في البيت عند اهلي وبتدفع عنهم وبتدفع عنهم طب قوللنا يا دنيا لو انت ما كنتيش ممثلة كنت تحبت بايه مدرسة اطفال انا قولت بقى كده نلعب وفهم ونغني بالطراوة ورسم الهرم ورسم البحر وشكرا رواحت كده الميز الله ابضت بالزبط كده قوللنا لو طلعلك جني وقاللك اتمني امنيها واحدة امني ايه قريت اكسرسايز كده في الميديتيشن انه انتي ينفع ترجعي بالزمن لورا تروحي في الزمن بتتخيالي ان انتي بتركبي اسانسير وبتدوسي على مثلا سنة 1964 بجد والله ما جربتوش عشان خفت اروح مرجع والله فعلا خفت خفت عامله لانه لانه فريدي تلعب جد لا ما تخافيش احنا الفكرة الجاية هنرجعك بقى بالميديتيشن دوت بس ايه يعني من غير اسانسير ولا اي حاجة انا بجعك كده بالزمن وترجعي تاني مش التعرف بصير الخف عليك بس انا شفت بنتا ما رجعتش مش ما رجعتش يعني حكيتلي ما عافش بتشتغلني ولا لا يا اكيد يا دنيا انتي غالبينة اوي يعني ايه واحدة رجعت بالميديتيشن والله انا بقولك بجد قالتلي ان هي عملت اكسرسايز وهي ومامتها كانوا بيتمرنوا كتير جدا مع بعض وبعدين هي عملت اكسرسايز تلعت برا الارض يعني بقت شايفة الارض ومعرفتش تطلع لولا ان هي ومامتها او يعني فيه لنك ما بينهم ربعتتش اماما برحت جايبان اماما شفت امو شفت واخته شد اه لا كل بيسرحوا بيكي وكانت هي بس بتعشيها بصارة فالخيال عداعي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايش معنى؟ هقولك أنا ليه؟ هتحلليلي حاجة شخصيتي يعني؟ لا يعني أصلا هقولك اللسانة ما هتقدر يتعملي فيها كل الحاجات التانية مين أكتر حد بتحسي أنه هو مؤمن بموهبتك أول؟ غيري غيرك أنت؟ عشان أنا يعني ببصم والله يعني الحمد لله في كذا حد في حياتي أول حد أول حد الإيمان الرهيب الشديد الفضيع والتشجيع اللانهائي يعني بابي طبعاً بنا يخلي جداً ومامي أكيد وإيمي جداً بس بابي ما عرفش بحس في حاجة أنا وهو كده ما عرفش زي بعض حتى في العادات اللي ليه علاقة بالشغل ما عرفش ازاي يعني بس فبحس هو ومن وانا صغيرة هو على طول شايف فيها أنه أنا هبقى متربة وهبقى ممثلة ويعني عمره في حياته ما قال لي حاجة تدايقني ولا كده ليه علاقة بالفن خالص ومامي طبعاً بس مامي أكتر حاجة يعني مامي بتاعتها بتطلع دايماً بتدعي لي دايماً ومامي دايماً مركزة كمان في الحاجات المذاكرة يعني يعني اللي هو لازم تذكري لازم تبقي رايح حفظة كويس قوي لازم تبقي ملتزمة الحاجات العملية في الشغل العلاقات مثلاً بتاعت الشغل كده يعني الحد اللي بعد كده بقى قابلته في حياتي شفت الإيمان بتاعه بموهبتي جداً هشام جمال حقيقي يعني يعني هشام من الناس اللي قابلتها في حياتي كان عندي أحلام كتير قوي الحمدلله الحمدلله بنحققها مع بعض يعني واحدة ورد تانية الحمدلله يارب يارب بنفضل كده على طول هو من الناس اللي بتشجعني قوي يعني مثلاً أنا كنت طول حياتي فاكرة أنه أنا مش مش هعرف أعمل الحاكتين دول مع بعض يعني كنت عندي دايماً إحساس بتاع أنه أنا لو يعني أن إحنا دايماً بنتقبل يا الممثلة يا المطربة ما بقاش فيه يعني بتلاقي دايماً واحدة مثلاً بتمثل لكن ما تيجي تغني ممكن ما تنجحش قوي ما تنجحش صح بس بس هشام الحمدلله عارف يحقق معي فكرة أنه أنا يبقى عندي ألبوم وأنه أنا الحمدلله يبقى عندي فيلم أو مسلسل كده ربنا يا رب كده ثانية أقول الحد برضو المؤمن بيه جداً وتشجيع وبالنسبالي أحب أقول لكل الرجالة يعني اللي موجودين أنه قد إيه لازم تبقى بتشجع مراتك بالطريقة دي رامي يعني شيء يحترم عليه ربنا يحميكم البعض والله أكبر فعنين كل أستاذ والنبي ربنا يحميكم يا رب كايلولا 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 آه عندها أي حد لبت يعني أنت مثلا لبسة درس تقولك أنت عروسة؟ كده عندها أنت لاتي سيماء عروسة أي حد لبس درس يبقى عروسة شايفاني راح أبقى خرجى للشغل فنانة حتى ميك أب كامامي عروسة عندها كده ربنا يخليك كايلولا 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 والله برضو في الأطفال وماما زمنا حيافة هكمشوا مع بعض يالفين المحمد فعد لا برضو عبد الحالين برض لا لا دويتك عبد الحالين طيب ما لش خلاص إتختارت ماشي خلاص ماشي محمد ماشي السؤال الثاني لو اللي هتمثل قدامك في نلي وشريهان حد غير أميل عسل تختار التقول مين مونة زكي ولا هند صبري ولا غادة عادل طيب هي هند قريدي يعني هند بموت فيها قريدي جات في نيلي وشيريهين كانت ضيفة فعشان كده انا هستثنيها شفت الزكاة فيك يا واعدي اه اوكي وغادة كان عندها مسلسل سكر زيادة في نفس السنة مونة برضو كان عندها مسلسل شكلي اهمل ومونة جات لا بس ما جاتش في نيلي وشيريه جات في لحفة لكده عايزة مونة اوه يعني يبقى مونة زكي طيب السؤال اللي بعد عايزك ترتبي الاعمال اللي هتظهر دي بناء على احساسك بنجاحهم ايه الانجح والي بعده يعني لحظة ما هم نزلوا اوكي نيلي وشيريهان ولا طير انت ولا قصة شتا ولا الفستان البنبي لا انا ممكن اشرح لك كل واحدة كانت نجحة في حتة اوكي انت حجن انو نفسي صور جوه السينما بتخبط برجليها كده بالكورسي ومدحك يعني فكان ده احساس فظيع في النجاح الفيلم ده الحمد لله الحمد لله الكامبين بتاعت الاعلان دي الفستان البنبي دي كانت يعني بالنسبة لي النجاح كان فكرة انه انه مش سهل ان انت يعني كانت من اول الحاجات ان انت تعملي كامبين خيرية تنجح قوي كده والكاركتر كانت نجحة قوي مع الاطفال الحمد لله فدي كانت نجحة يعني ممكن تزودي على نفس النجاح ده بس اكتر شوية كمان مع الاطفال ومع الكوبار الحمد لله نلي وشيريهين نلي وشيريهين صح قصة شتا كنت يعني يعني كنتش متخيلة انه اصلا الناس هتبقى ان انا بالنسبة لهم حد ده هيبقى مثلا بيشغلوه في العربيات بيسمعوه يعني فعلا ما كنتش بيشوف نفسي كده نفسي اغني وكده بس بعد اقول لا اكيد يعني ممكن اغني مسلا جوه فيلم جوه مش عارف ايه لكن انه يبقى عندي اغنية تنجح كده يعني الحمد لله وتبقى اعلى فيورشيب على يوتيوب يعني كنت تاني مطربة على العالم كله فده كان برضو الحمد لله طب بما انهما كلهم اعمالك فيعني عشان نعدي السؤال ده اخترنا عمل واحد اكتر واحد حستي فيه لحظة نجاح ما تنسيش ممكن باخر حاجة نلي وشيريهين يبقى نلي وشيريهين وتحية الهتال سنة طب قولنا يا دودي لو واحدة من الاغنية دي كانت هتبقى بتاعتك تختاري انهي اغنية يارا اغنية انت مني ولا ننسي عجرم اغنية احساس جديد ولا اليسى اغنية لو تعرفوه اه لا يارا انت مني يارا اتغني هنب مش حافظها والله بس انا بحبها طب دلوقتي هما في الكنترول كلهم مصممين وعايزين يسمعوا احساس جديد احساس جديد بقلبك بزيد بتحسوك كلمة بتتطلع فيه انك عطول في مشغول كتير بتشتقلي وبتموت علي انا ما بدي تقل لي كلام يدوي بقلبك حان وغرام انا ما بدي تقل لي كلام يدوي بقلبك حان وغرام بكفيني تقل لي بحبك هادي الكلمة بتتطلني اللا يدودي ماشاء الله ولنا يدودي السؤال اللي بعده لو هتعملي فيلم غنائي مع احدى هذه الفنانات النجمات تختاري تكون مين سعاد حسني ولا شدية ولا صباح انتو بتحطوا ناس محيرة قوي والله طب ممكن اخترت تلاتة بقى وقولك كل واحدة لسبب اعمليلي اكسابشن بقى وسمحتي انا ما قدرش اقول لي دنيا لا والله ما قدر اقول لي دنيا لا اولا سعاد حسني طبعا يعني اسطورة مش طبعية وفي حدث حصل يعني لسه هو حصل لي من قريب جدا هو انه مهرجان مناص زمال الامم المتحدة بيتكلم عن ابناء زمن الفن الجميل كل عائلة منهم بتدي لممثل موجود من الموجودين دلوقتي يعني هما شايفين انه شبه النجم اللي من عائلتهم فعيلة الفنانة سعاد حسني اخترتني انا وديتني التكريم ده فده كان شيء يعني بالنسبالي كبير قوي قوي مبروك يا دودي مبروك فده كان شيء فزيع يبقى انا قدر نقولي انا اخترت سعاد حسني لا لا ما انا هقولك بقى حاجة تانية بالنسبالي الفنانة شادية من الفنانات يعني هي بتطلع حنية وحب كده مش طبيعي غنى تحفة وتمثيل تحفة يعني برضو خطيرة مش يعني طبعا لو عندي فرصة ان انا اشتغل اعايز اشتغل مع التلاتة بالنسبة لصباح فانا بعشق طاقة السعادة والدلع واللي هي بتطلع لا بالذات او الايجابية اللي هي انا طول الحياة بحاول ادور عليها هي موجودة فيها يعني يعني الست كانت بتعشق الحياة لاخر لحظة يعني انا والله العظيم مش بقى افور بس بجد رامي بيحس ان انا متخلفة لما بسمع الاغنية بتاعت ساعات ساعات عالبحر بعمل كده وغيرها والله من كترة وانا بحبها فعلا وبحب الاغنية وبالاغنية بجد بحس ان انا عايز اعمل كده يعني فهو بيحسني يعني فهم متخلفة بس مش مشكلة لا انت عسل يا دودي طب لو انت يا دودي اتولدتي في زمن الفن الجميل وانا اعتقد اصلا ان انت لسه عايزة ده بجدد انا اكيد كنت موجودة قبل كده وجيت ولا مش عارفة بس بحس ان انا يعني ساعات بحشوف امكة بحس ان انا كنت موجودة زمان في الابيض واسم طب قولنا بقى لو انت كنت فعلا مولودة في الزمن ده وقدامك ممثل تحس ان هو ده اللي هتبقي على طول بتمثلي قدامه اغلب افلامك وهتنجحه مع بعض ويبقى فيه بينك وكمية يكون مين احمد رمزي ولا عمر الشريف ولا رشدي ابوزة ثلاثة يعني مش طبعين في الجميل يعني هم طبعا ثلاثة انجون بس مين اكتر شبك تحس ان هو يبقى فيه شقاوى ورومانسي وكل حاجات كده شبك ممكن اقول رد ديبلوماسي لطيف الفنان احمد رمزي من الفنانين اللي انا بعشقهم من وانا صغيرة والفنان الوحيد في حياتي اللي كنت من يوم اتولدت بزن على اهلي ان انا اشوفه لحد ما طنت مرفت امين الامر حبيبتي ربنا يخليها لي اديتني تليفونه لما كان عايش يعني الله يرحمه وكلمته وكنت انا لسه بعمل يعني ما كنتش لسه عملت الحاجات اللي هيا يعني قبل مرحلة كبارية كنت بعمل كذا يعني مسلسلات يعني انا نفسي مش معروف يعني اكتر الدنيا سمير غانم فعرف بس بقيت الاسم يعني انا بنت سمير غانم وخلاص اكتر انا عايز يسلم على حضرتك وروحت رحت له مخصوص في الساحل الشمالي يوم وسلمت عليه والفنان عمر الشريف برضو يعني كان عندي الحظ الجميل ان انا قابلته مرتين في حياتي او ثلاث مرات في مهرجانات يعني فهاختر رشدي ابوزة بعشان ما قابلتوش يبقى الفنان رشدي ابوزة طب قولنا يا دودي لو هتختاري فيلم من التلاتة دول اه لحد من الممثلين دول انتي هتمثلي قدامه البطولة يبقى مين اوكي واني فالب مش عارفة والله يعني لأ ده سؤال ما هو بصي هقولك ممكن يبقى الدور البطولة النسائية ما انا فاهم يعني ابدل نفسي ما كان البطولة بزاق الدور ده كان عجبك اوي انه كنت انتي حابة تعملي تقدمي في حاجة مختلفة اه مش عارفة بقى مش عارفة خالص والله فعلا متحيارة اوي ممكن اه يعني بما اني ما عملتش خالص في حياتي دول رقاصة بس احب اعمل الرقصة والطبال مثلا مع احمد زكي الله حلو الاختيار ده اختيار اوت اف دي باكسر طيب يا دودي دلوقتي انتي كمان لما عملتي اغنية فيلم هبتة مشاء الله نكحت وكسرت الدل الحمد لله والاغنية دي قريبة قوي 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 القلبي والقلب كل الناس هل يمكننا سمعهمة مهم هسمعه Hunting متقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض نحس بحاجة مش فاهمين تفاصلها وأجمل لحظة في الحد وتأولها وبعد شوية نتجرق ونعملها ونفتح يوم قلوبنا البعض